الأكسادة والاختزال عرف مصطلح الأكسادة قديماً بأنه اتحاد عنصر ما بالأكسوجين لتكوين أكسيد العنصر أما الاختزال فعرف قديماً بأنه فقد مركب ما للأكسوجين التعريف الحديث للأكسادة والاختزال تعرف الأكسادة بأنها عملية فقد الذرات أو الجزيئات أو الأيونات للإلكترونات بحيث ينتج عنها زيادة في الشحنة الموجبة أو نقصان في الشحنة السالبة أما الاختزال فهو عملية اكتساب الذرات أو الجزيئات أو الأيونات للإلكترونات بحيث ينتج عنها نقص في الشحنة الموجبة أو زيادة في الشحنة السالبة حيث إن العناصر في الجدول الدوري الحديث رتبت بناء على تدرجها في العدد الذري وهو عدد البروتونات الموجبة الموجودة داخل النواة أو عدد الإلكترونات السالبة التي تدور حول النواة وذلك لتساويهما وبذلك تعتبر الذرة متعادلة كهربائيا أما إذا فقدت الذرة إلكترونا أو أكثر فإنها تسمى أيونا موجبا أو كاتيون وذلك لأن عدد البروتونات الموجبة زاد على عدد الإلكترونات السالبة أما إذا اكتسبت الذرة إلكترونا أو أكثر فإنها تسمى أيونا سالبا أو أنيون وذلك لأن عدد الإلكترونات السالبة زاد على عدد البروتونات الموجبة العوامل المؤكسدة والعوامل المختزلة في تفاعلات التأكسد والاختزال هناك مادة تتأكسد وأخرى تختزل وتسمى المادة التي تأكسدت باسم العامل المختزل لأنها سببت اختزالاً للمادة الأخرى وكذلك تسمى المادة التي تختزل باسم العامل المؤكسد لأنها سببت تأكسداً للمادة الأخرى وبهذا فالعامل المؤكسد هو المادة التي تكتسب الإلكترونات في تفاعل التأكسد والاختزال أما العامل المختزل فهو المادة التي تفقد الإلكترونات في تفاعل التأكسد والاختزال هناك بعض المواد التي تسلك كعوامل مؤكسدة أو كعوامل مختزلة في معظم تفاعلاتها وتعرف هذه المواد بأنها عوامل مؤكسدة أو عوامل مختزلة قوية وبيانها كالتالي العوامل المختزلة القوية هي الفلزات النشطة كالليثيوم والسوديوم والمغنيسيوم والألمونيوم والزينك وكذلك بعض هيدرات الفلزات وأشباه الفلزات أما العوامل المؤكسدة القوية فهي جزائيات العناصر ذات الكهروسالبية العالية مثل جزيء الأوزون والفلور والأكسوجين والكلور بحيث تعرف السالبية الكهربائية للعنصر بأنها قدرة ذرة العنصر في الجزيء التساهمي على جذب إلكترونات الرابطة الكيميائية كذلك المركبات والأيونات متعددة الذرات والمحتوية على ذرات ذات أعداد تأكسد عالية حيث يعرف عدد التأكسد بأنه عدد الإلكترونات التي يمكن أن يفقدها أو يكتسبها أو يساهم بها العنصر خلال التفاعل وهذا يعني أن عدد أكسدة العنصر النقي غير المرتبط بغيره ذرة أو جزيء يساوي صفرا ترجمة نانسي قنقر